بسم الله الرحمن الرحيم طريقة عمل طريقة عمل شربة العدس هنجيب البصل البصل ونقطعه ونحطه مع الزيت في الصينية ونقعد نشوح فيه لغاية لما البصل يدبل ويخش على سوق ونقلب فيه ونهدى عليه النار عشان ما يتحرقش ونقلب فيه في البصل لغاية لما يدبل لما البصل يبدأ يخش فيه ان هو يبدأ يدبل نروح حطين عليه المقطعين الجايبين الجزر وغسلينه ومقطعينه مكعبات وحطينه فوق البصل ونقلب فيه ونهدى عليه ومن نهدى لغاية ما البصل لغاية ما الجزر يبدأ يدبل ويخش على سوق ونغطى عليه ونوطى عليه البتجاز بحيث ان هو يكون النار بتاعته هادية ونقلب عليه باستمرار وهنبص نلاقي ان البصل والجزر بدأت ينزل منهم مية بسيطة كده ونوطع عليه البتجاز لغاية لما يستوي لما يخشوا في سوا بقى كده نروح جايبين العتس العتس طبعا بعد ما يتلقى ويتغسل كويس جدا يتغسل كويس بالمية ويتحط في المصفى يتصف المية اللي فيه نروح حطينه على على البصل والجزر ونقلب فيهم كده لغاية عشان ايه عشان العتس ياخد طعم طعم البصل والجزر ونقلب فيهم باستمرار كده عشان ياخدوا نفس الطعم ونوطع عليه كده لغاية لما نبص نلاقي العتس بدأ ياخد طعم البصل والجزر والخلطة الموجودة ونوطع عليه المتجاز ونسيبه يهدى شوية بعد كده نجيب مية مغلية لازم تكون مية المغلية بتساعد على سرعة السوا اما المية لما بيكون بردة المية لما المية لما بتبقى بردة بتعمل عصر السوا عصر السوا فتملي احنا المية اللي نستخدمها في قلب المطبخ في طعي الطعام لازم تكون مية مغلية وتكون جنبنا مية مغلية نزود بها الاكل اللي احنا بنتبخه لما نقعد نشوح شوية العتس مع الجزر مع البصل ويخشوا ويبدو ياخدوا طعم طعم بعض الجزر والعتس والبصل ياخدوا طعم بعض كده نروح جايبين المية المغلية ومزودينها مزودينها على الخلطة دي ونقلب فيها ونقلب فيها بحيث ان ايه ان المية تخش يعني جوا ايه العتس مع البصل معك ونزودها بقى من طعامها بقى بالملح بالملح والبهارات الموجودة عندنا بحيث عشان بحيث انها توصل للطعم اللي يتناسب اللي يتناسب معانا البهارات زي وخصوصا العتس يحب الكمون فاحنا نتمنى الحال نحط كمون نحط فلفل اسمر نحط ملح واي بهارات نحب نحطها بنحطها على الخلطة اللي ونروح مغطين على مغطين عليه ونسيبه ايه طبعا الميا اللي احنا بنحطها بتكون ميا مغلية فاول ما بنحطها هتبص تلاقي الخلطة ايه اللي حال بتغلي بتدخل في غلية فنروح موطين عليها بحيث ان النار تكون هادية ونغط عليها ونسيبها تستوي يستوي مع بعض في هزي الخلطة بعدين ايه الجديد بقى اللي احنا اللي احنا لقناه بيحسن بيجمل من طعم العدس شربة العدس ان احنا لو عملنا لها عملها تسبيكة زي بتاعت زي تسبيكة الفتة ويقع عبارة عن تسبيكة دي عبارة عن طماطم وصلصة وطوم وطوم مهروس هنعمل تقليل التوم بالزيت وبعد تقليل التوم بالزيت ومنخليش التوم ينحرق نروح مزودينه بالصلصة وبالطماطم ونقلب فيها كده لغاية لما تبدأ تخش على سوا وتبدأ تعمل فائعة كده انها بتغلي ونروح حطين الخلطة دي على العدس وهو بيستوي ونقلب ونقلب فيها ونقلب باستمرار كده نقلب باستمرار ونضفلها خل التسبيكة اللي احنا بنقول عليها ديت عاملة زي تسبيكة الفتة ونضفلها شوية خل بيديها نعمل الطعامة وتحسن من طعمها من طعم التسبيكة وبعد ما نحطهم نحط خلطة التسبيكة ديت على العدس نروح نسيبه لما نسيب العدس لما يعني السخونية بتاعته تهدر وبعد نروح حطينه في الخلاط ونضرب الخليط كله مع بعض بعد ما احنا نتعاملنا بالملح والبهارات اللازمة ونضربه في الخلاط وبعد ما نضربه في الخلاط ونحطه في الحلة تاني فيه ناس بتبقى كده اكتفت اكتفت باللي احنا عملناه ده وفيه ناس تانية ممكن تعمله خلطة وتعمله تقلية تانية بالتوم وتعملها طشة تانية زي طشة الملوخية زي طشة الملوخية وعدين انت تركع لزوء كل واحد هل انت محتاج ان انت تزوده يعني الطشة الاخرانية ديت اللي هي الطم مع الطماطم او مش محتاج مستكفي بالطم الموجود في التسبيك او خلاص فكل واحد بترجع لزوء واللي هو يعني محتاج في الاكل وبعد كده نصبه نقلبه ونحن نصبه في اللباء ويكون عاملين عاش 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 شاهية وخصصا في البرد الموجود اللي يمدي البرد الشديد جدا فشربة العتس بتبعث على الدفق في الجسم والجسم يحس بالسخونية ويحس بان هو بتدفع وبالهنة والشفا لكل اللي حياكل من هزي الواجبة ربنا وفقنا جميعا لما يحب ويضا لما يحب ويضا وبالهنة والشفا واللقاء فيه الطبق جديد وأكل جديدة وبالهنة والشفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متنسناش من من اللاي كل والشير وال والتعليق ربنا وفقنا جميعا لما يحب ويالت